اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من الاميرة في المطبخ على سي بي سي صفر معاكم ان شاء الله من 3 ل 4 حلقتنا النهار ده لذيذة جدا وان شاء الله تعجيبكم قوي قوي هنعمل لكفتة فراخ لا مش كفتة فراخ كفتة سمك والكفتة دي لطيفة جدا انكم تقدروا تستبدلوا السمك المفروم بجنبري مفروم او بفراخ او بلحمة الفكرة هنا لطيفة جدا لان معظم ولادنا مش بيحبوا يردوا مش بيردوا ياكلوا السمك فالكفتة دي تخليهم ياكلوه ويستمتعوا بيه وهما مش عارفين انه سمك اصلا سمك فلي مفروم سواء من عند الراجل او انتو هتفرموه في الكبه مستردة اي طبعا سمك فلي بولتي اي حاجة اشر بياض الموجود مستردة وبشر لمون وعصير لمون وبصل اخضر توم وكمون وهوت سوس اختياري بيضة اختياري زبدة او زيت دقيق جزر مبشور ناعم خالص دورة حلوة ومسلوقة ومتصفية ملح وفلفل وشبط مفروم بقصمات اللي هو بقصمات بتاع الفانيه ورز السمك او اللي هو الرز البوني اللي احنا بنعمله دايما جنب السمك طيب هنعمل ايه هناخد كل المقادير في الكبه قادي البصل الاخضر وقادي الجزر وقادي الدرة التوم المفروم بشر اللمون ما تاخدوش اللمون الاخضر ولا تاخدو الابيض اللي تحت البشر عشان ما يمررش معاكم عصير لمون ملح وفلفل وكمون هوت سوس حسب الرغبة مستردة بيضة واحدة نقدر نستغنى عنها بس احنا عايزين ناكل اللي ولاد بيت كمان معانا بالمرة يعني شوية شبط مفروم سمك مفروم تقدروا تحطه معايه جنبري او تستبدلوه بجنبري او تقدروا تعملوه باللحمة او بالفرخ اقفل واشغل ومش عايز اضربها جامد قوي انها تبقى مية يدوبك يمتازجه مع بعض معلقة دقيق الحبيبي اللي عندهم مشكلة مع الجلوتن يستخدموا بقصومات من العيش الخالي من الجلوتن تحمصوه في الفرن وتتحنوه بالكبة وتستخدموه وتستخدموه او زيت عندكم مشكلة مع البيضة شلوها هناخد الكفتة نبتدي نسبعها او نلفها يعني اي شكل او حجم انتو حابينه وبناخده كده وبعد كده بنعفره في الدقيق او في البقصومات او تقدروا تستخدموه زي ما هو كده يعني انا ممكن هاخد دي كده اهو وامواخ ده انا مسخنة هنا طاصة كويس جدا ويفضل انها تكون طاصة اه ما بتلزقش هاخد الزبدة وتأكد انها لفت الطاصة كلها وامحطة الكفتة بالشكل ده من غير ما عفرها في دقيق او بقصومات اه ممكن عادي جدا اهو عايزين تغفروها بدقيق بقصومات ممكن عايزين بقى تعملوها فيه اه دقيق وبعدين بيد وبعدين بقصومات ممكن عايزين تشووها على الجرل اوكي تشوها في الفورن او في irrigation ممكن عايزين تعملوها على الطاصة زي ما انا بعملها كده ممكن عايزين تقلوها في زيت غزير ممكن يعني لطيفة ولذيذة والولاد مش هيحسوا ان هي سمك خالص ما تعرضوهاش قوي او تتخنوها قوي علشان خاطر التسوية عشان ما تطلعش من جوه نية بس كده هكمل تسويتها عشان ما زهقكوش هطلع فاصل وارجع نكمل بقية الوصفات استنونا اهلا بيكو بعد الفاصل طيب بصوا بقى الكوفتة لذيذة قد ايه تعملوها ساندوشات تحطوها مع مكارونا تحطوها مع رز تعملوها زي ما قلتلكو بكل طرق التسوية بتطلع حلوة جدا 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 تقدروا تحطوها عليها سوس احمر تحطو عليها سوس جبنة تحطو عليها سوس ابيض تحطو عليها سوس كاري تحطو عليها سوس تحينة يعني بصوا استخداماتها كتير جدا واكيد بعد ما تصبعوها او تشكلوها ممكن تشلوها في الفريزر نعمل مع بعض دلوقتي كفتة الفراخ وخلوا بالكو انه كفتة الفراخ من الحاجات اللطيفة جدا جدا برضو لانه في ولاد كتير ما بترضاش تاكل لحوم فالكفتة طريقة لذيذة ان احنا نخلي الولاد ياكلوا اللحوم عندنا انا مسخنة طاصة على النار هحط جواها زبدة ممكن طبعا زيت ممكن تعملوها مشوية على الفحم مشوية في الفرن مشوية في الارفراير ممكن تعملولها دقيق او بقسمات او دقيق وبدو بقسمات وتقلوها في زيت غزير كل الطرق هتبقى لذيذة معاها يا جماعة تمام اهم حاجة ان النار تكون عالية الكفتة تكون طالعة من التلاجة ومتقلبوهاش كتير بس عشان متفكش منكم غير كده استمتعوا بكفتة الفراخ ادوها للولاد برضو ساندوتش مع عيش مع مكارونا مع سلطة برضو تقدروا تعملولها سوسات نفس السوسات بالزبط ابيض او احمر او كاري او جبنة او طحينة وحنسيبها تستوي وننجي بقى نقول لكم المقادير ايه نعناع طازة دجاج مفروم يفضل دايما خلط الوراك بالصدور علشان الصدور بتكون ناشفة قوي قوي والوراك بتكون دسمة قوي فدايما الخلط ما بينهم لطيف يعني جزر وحبهان وبقسمات وكرفس كمون وكسبرة جفة مطحونة ملح وفلفل وبقدونس للتقديم خبز فينو وفلفل الوان وتومية لزوم الساندوتشات هنعمل ايه فراخ مفرومة يا اما انتوا اجيبوها مفرومة من عند الراجل يا اما افروموها في الكبه او المفرومة في البيت مفيش مشكلة جزر نعناع المفروض يكون مفروم طبعا اكيد مش هنحطه صحيح في الكوف دا يعني اعتقد بديهيا يعني كرفس حبهان كسبرة كمون اقل منهم ملح في الفلسود لو لقيتها عايزة حاجة تمسكها حطت لها معلقة البقسمات او الدقيق طبعا برضو ينفع نستخدم بقسمات خالي من الجلوتن او دقيق خالي من الجلوتن لا والله مش محتاجة اي حاجة انا حطا معي احتياطي تقدروا بقى تشكلوا التشكيلة اللي انتوا عايزينها عايزين سوابع تحولوها الناجتس بمنتهى السهولة ان انتوا تحطوها في دقيق وبيدوا بقسمات اهي يطيفة جدا 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 بعد ما نشكلها ممكن كمان ندخلها الفريزر ونطلعها عند الاستخدام على طول اهو قدموها مع مكارونا في ساندويتش مع رز مع سلطة زي ما انتوا عايزين مع كنوة مع برغل مع فريك اللي انتوا عايزين تمام؟ وتقدروا انكم تفرموهم في الكبة لو عايزين ويطلعوا نعمين قوي زي ما انتوا شايفينهم على الشاشة كده يعني كله مختلط ببعضه قوي قوي ده يبقى بالمفرمة او في الكبة هنسوي الفراخ الدجاج ويعني لازم يكون اخد لون كويس قوي قبل ما نقلبه عشان ما يفكش مننا زي ما انتوا شايفين كده اهو دي النتيجة اللي احنا عايزينها قبل ما نقلب الايه الكفتة عشان ما تفكش منكم وتستمتعوا بقى بالكفتة لذيذة جدا 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 هنطلع بقى فاصل ونرجع عندنا افكار لذيذة قوي قوي الفكرة اللي جاية والي بعد هستنونا اهلا بيكو بعد الفاصل طيب احنا عملنا الساندويتشات بتاعة الكفتة عملناها زي ما انا قوي للكو عيش فينه اه فلفل الوان والتمية اه طبعا انتوا تقدروا كل واحد ياكل بالنكة لو بيحبها يعني مثلا انا واحدة من الناس احب مثلا احط اه اه جوه المطبخ يعني اه لما تيجوا تطبلوا سلطة او تطبلوا مشويات او تطبخوا بيبقى فيه نكهة مميزة كده ده من اسرار القصة دي كمان لما تروحوا مطاعم ايطالي اه سواء كانت مطاعم عامة يعني او مطاعم بيتزا حتلاقوا ازايز من الزيت الزيتون محطوطة منكهة تحطوها على وش السلطة على وش العيش اه تدبوا فيها البقسمات اه تحطوها على وش الباستا اه لطاف جدا وبيدوا نكهة غير عادية فاحنا هنديكم بعض الافكار وانتوا طبعا تقدروا انكم اه تبدعوا زي ما انتوا عايزين يأما بيتحطوا في ازايز يأما بيتحطوا في بارتامانات المتاحة عمدوكم بالاحجام المتاحة عمدوكم برضو يأما بيتحطوا فيه اوالب من التلج ويتشالوا فيه الفريزر اه وطلعوهم مكعب بمكعب كده تقوموا حطينه على الاكل او سايبينه اه يسيح وتستخدموه برضو فكرة من الافكار بتبقى لذيذة قوي بس انا بحب فكرة الازايز اكتر الصراحة وبستسهلها اكتر لانها بتتحط في الدولاب تمام اه اول لنكهة عندنا حتكون نكهة التوم والروزميري النكهة التانية حتكون نكهة التوم والفلفل الحار نكهة التالتة حتكون نكهة البصل مع الرحان والنكهة الرابعة حتكون اه شريح اللمون طبعا برضو تعدروا تعملوا المكس اللي انتو عايزينه يعني مثلا انا عايزة يا اميرة مع اللمون احط رحان اوكي عايزة مع اللمون احط توم ماشي اه حد تاني عايزة حط مع اللمون نعناع اوكي يعني انتو طبعا تقدروا ان انتو تعملوا اللي انتو عايزينه احنا بس بنديكم الفكرة ايه الفكرة بقى انا هجيب الازاز احي كل الازازة جنب جنب وصفتها كده اهي وبعدين اقوم جايبة سكينة كده بس تساعدني ان انا اعمل الحجم اللي يدخل من عنق الزجاجة بالشكل ده كده يعني اللي بيدخل زي منتو شايفين كده انا مش بعمله اصلا يعني مش بصغره لكن خلاص يعني ايا كان اهو اوكي وبعدين الازازة التانية شكرا جزيلا تسلم ايديكم حتى ياخدتهم برضو اهو طبعا الفلفل الحار ممكن يبقى فلفل رومي ممكن يبقى طماطم مجففة يعني برضو الافكار لا نهائية كل واحد يحط الحاجة اللي هو بيحبها طبعا ممكن تحطوا اسموهم ايه دول توابل سليمة زي الروز لحظة زي الحبهان زي العيدان القرفة اللورة الفلفل الحصة كل دي حاجات ممكن تحطوه لا البصل اصلي عايزة انا مش عايزة صغره فبنائي اللي ينفع اهو شايفين ازاي اهو وبعدين ندي بقى النكهة التانية مع التوم هنا في فلفل حار مجفف قصواني مفيش احلى من كده في الدنيا مش بيبقى حار قوي على فكرة يعني هيبقى حار طبعا بس قصدي مش بيبقى مولع يعني هنا في روزميري نحب بقى يعني دي من النكهات المفضلة الروزميري مع التوم وفي التدبيلات بقى والشاوي بيطلع يهبل اهو اهو وهنا فيه ريحان مع البصل اهو وقادي اللمونات ممكن بورتقان كمان على فكرة بيبقى حلوة اوي 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 مع زيت الزتون يا سلام بقى تقلولكو بيضة الصبح كده وتقوموا حطين عليها من الزيوت دي اه صلط التونة وتقوموا حطين عليها من الزيوت دي بيتسا عيش لسه مغبوس كده وطازة يعني حاجات استخداماته كتير قوي على فكرة وقادي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا طبعا لازم زيت زتون محترم حاجة من بتاعة سيوة كده ولا سينة اه عصر على البارد كده محترمة ونقوم احنا ايه مستخدمين منها الازايز دي بتتحط في الدولاب او تتحط على السفرة اه او على ترابيسة المطبخ لو انتوا بتاكلوا في ترابيسة المطبخ مكان الاكل يعني وتستخدموها على طول ايه وقت الاكل كل بقى ما حتتعتق وتقعد كل ما حتبقى احلى كتير وقادي زيت الزتون المنكه اللي عملناه مع بعض وفكرته لذيذة قوي قوي وحتعجبكو جدا 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 وانا متأكدة انها هتعجب قوي الناس اللي متعودة انها هتاكل فيه المطاعم الايطالي زي ما بقولكو لان دا حاجة يعني اساسية جدا تحط فيه زي السغنونة كده وبيبقى لذيذة قوي 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 فكرة لذيذة قوي قوي وحتعجبكو قوي لما جربوها ان شاء الله عملنا مع بعض الزيت الزتون المنكه عملنا كفتة السمك وعملنا كمان كفتة الفراخ تعالوا نطلع فاصل ونرجع استنونا اهلا بيكو بعد الفاصل عملنا كفتة السمك عملنا كفتة الفراخ عملنا زيت الزتون المنكه باربع نكهات انتوا تقدروا تطلعوا منهم ميت نكهة زي ما انا اتكلمت معاكو واحنا بنشتغل دلوقتي هنعمل اوالب التلج المنكهة ودي برضو من الحاجات اللذيذة جدا 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 بالذات للناس اللي زي كده ما بتحبش المية اه فتقدروا انكم تحطوا كوباية من المية وتحطوا جواها اوالب التلج دي او كوباية من المية الغازية او المية مية السودا لان في ناس بتشربها اه وتحطوا اوالب التلج دي جواها بتدي نكهة رائعة رائعة وبالذات للمية العادية للناس اللي ما بتشربش المية بقولكو زي حالاتي كده طب هو الموضوع ما فيوش اي حاجة خالص اوالب من التلج اوالب من التلج بصوا شكلها اهو شايفين الشكل اوالب من التلج احط فيها روزميري احط فيها نعناع عندي نعناعين اهو احط فيها شرايح من اللمون ما تجيبو لي شرايح من اللمون ايه رأيكم لو فيه لسه من اللي احنا كنا مطلعين ادي النعناع ادي الروزميري ادي الزعتر اهو شرايح لمون اوكي وحط جواها الميا ميا عادية ميا ملحنفية اللي بتملو بيها اولي بالتلجة عادي ميا ملفلتر ودخلها الفريزر اوكي اطلعها هتبقى كده طيب ممكن احط ايه تاني جوا ممكن احط فاكهة توت اسمه ايه دوت رمان احط فراولة احط اي حاجات انتو عايزينها وتحطوها في التلاجة تطلعوها تنزلوها على الميا او الميا الغازية وتستمتعو انكو بتشربو حاجة سقعة ليها نكهة فيها فايدة وتقدروا انكو تشربو الميا كمان لانه في ناس كتير مش بتحب الميا زي حالاتي كده ودي حاجة خطر جدا 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 دي كانت الافكار والوصفات بتاعت النهاردة اللي بتمنى انها تكون عجبتكو واكيد بتمنى متابعاتكم يوميا من 3 الاربعة على الهواء على صفر استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة